صباح الفل صباح الخير على كل حبيب قلبي يارب تكونوا في احسن صحة في احسن عائل اليوم زمنتو شايفين اعمل لكم احلى قب كيك جميل جدا وجديد واول مرة هتشوفيه قب كيك صحي جدا بديق شفان وديق الدرة طول عملنا كنا بنشوف القب كيك لا بيبقى بديق شفان مع اي نوع دي تاني لا بيبقى بديق الدرة مع اي نوع لكن المرة دي انا عملت الاتنين مع بعض عملت ديق الدرة وديق الشفان بصي شكله بصي منظره عامل ازاي ولا هوبط ولا اي حاجة بصي منظره بصي تصويته كلها جميلة واقولك على التكات اللي هتبدأي تعملي بيها واقولك على مقدير مظبوطة جدا والكمية اللي قدامك وبتين بس ببتين هتعملي اكتر من الكمية دي هتعملي حوالى عن 24 كتعة قب كيك من بتين بس وهتعملي حاجة صحية وحلوة جدا لعياننا والاطفالنا معظم الاطفال طبعا ما بيحبوصوا الشوفان جدا فطبعا انا فكرت اللي انا اعمل لهم حاجة زي كده عشان اعمل لهم حاجة حلوة وكمان فيها فايدة هبدأ كده نبدأ من مقدير وخش اقولك ازاي نعمل الكاب كيك الحلو ده بمقدير بسيطة زمن انتو شايفين وشايفين بيتين هايعملوا كله كمية انتو شايفينها طبعا انا مستخدمها كباية واحدة للمعيار ده كله انت حددي الكباية اللي هتعملي بيها عندك وتستخدميها وتعملي بيها كل المعيار انا استخدمت كباية واحدة وعيرت بيها كل الحاجات دي وطبعا حطيتها في طبعا دي عشان عارف اقدم منها وبقول لكم ان انا من دقيقة درق ودقيقة الشوفان هعمل لكم احلى كب كيك وديكي شفت شكله وهقولك عبتكات اول حاجة عشان تبدأي تعملي كب كيك اول حاجة عشان ننجح معيك او اي نوع كيكة لازم تولعي الفرن الاول لازم يا جماعة الفرن يولع قبل ما تبدأي تولعي على النار يعني تسخاني الفرن قبل ما تبدأي تعملي اي كيكة او اي كب كيك عشان نديك نتيجة مضمونة زمان تشفتي هنبدأ كده نقول لكم المقادير ويلا عشان نبدأ نشتغل مع بعضنا وعمل لكم احلى كب كيك زمان تشايفة قدامنا كده كوب ونصف من دي الشوفان وكيب ونصف من دي الدرة وعندنا نصف كوب زيت وكوب الا ربع من السكر وكوب لبن وبتين زمان تشايفة ايوة بتين ومعلقة واحدة كبيرة بكم بودر ومعلقة خل عشان تديكي تراوة جدا ومعلقة فانيليا ورشة ملح بسيطة زغاننا قدي كده فطبعا المقادير دي مقادير مزبوطة جدا ومقربة وقديك وشفته شكل القب كيك يلا يا جماعة حطولي اللايك عشان الفيديو ده الناس كلها تشوفوا وتعمل الطريقة الصحية عشان عياننا كلهم يكلوا احلى كب كيك واحلى طريقة حلوة ومضمونة مية في مية ويمشي بالخطوات وانتي هتشوفي اول حاجة زمان تشايفة جهزت بولة كبيرة عشان احط الحاجات الجفة الاول مع بعضيها لازم احط الحاجات الجفة وقلبها كويس جدا مع بعضها عشان كلها تطلع بارتفاع واحد حطيت الكوب ونص من دي الشوفان وهنزل عليهم بالدهيق ونص من دي الدورة زمان تشايفة والله الحاجات دي يا جماعة صحية جدا ومفيدة لعياننا وحط المعلقة البيكن بودرة زمان تشايفة وزر تقلم الحاجة بسيطة بس عشان تعدل القويم وهقلبهم كويس جدا لازم يا حبيبتي اختلتي المكونات جيدا زي ما شفتي انا قلبتهم كويس جدا ووريتك ان هما كلهم بقلب على بعض كده قلبتهم كويس هبدأ كده ان شاء الله هوريك هنبدأ نشتغل ازاي هحضر الحاجة اللي اشتغل فيها انا جبت الخلاط يعني كمان هتعملي كبكيك حل وسهل وبطريقة جميلة جدا هبدأ اجيب الخلاط بتاعي اي خلاط بقى انت هتستخدميه هبدأ احط السكر وبعدين احط عليه النص قباية زيت وهضربهم كويس جدا زمان تشايفه انا هضربهم جامد وهوريكي شكلهم هيبقى عامل ازاي طبعا عشان الصوت بتاع الفيديو صوت الدرب فهنا هطفيه وهضرب وارجع لك تاني ان شاء الله هفضل اضرب زمان تشايفه كده وهرجع لك دربت جامد جدا لما بصت لونه بقى ابيض ازاي لغاية ما السكر داب جدا مع الزيت هرجع بقى ان شاء الله اكمل احط بقى الاضافات انا عندي بتين زم قلتلك وانا حطيت البيض لأول اللي كربته في طبع عشان اضمن ان هو شكله حلو وصابح ومفوش اي حاجة لازم اعملها الاول ودربت جامد اول بيضة لازم تنزلي بيضة بيضة عشان تدمني ان كل المكونات يا حبيب قلب يتمزجوا اتماعها معدية هرجع حط البيضة التانية وهضرب جامد جدا وارجع لك بص شكل المكونات عامل ازاي وشكله ابيض وكريم ازاي هبدأ بقى اول ما حط البيض لازم معي معلقة الفانيليا زمان تشايفه عشان زفارة البيض والخل طبعا عشان برضو بيساعد في حاجتين بيشلك الزفارة وبيديكي تراوة جدا للقابك وهضربهم جامد زمانك شايفه ضربتهم كويس جدا وارجع بقى احط كوب باية اللبن على فكرة يا جماعة كل المكونات كلها بدرجة حرارة الخروفة لازم عشان تننجح اي كيكة لازم تكون المكونات عندك بدرجة حرارة شفت وارتك وارتك القواهم بص بقى ابيض وكريم ازاي من كدرة ضربي كل حاجة بضربها لوحديها حاجة حاجة بتديه بتساعدك في نجاح اي حاجة بتعمليها كيكة كوكيك اي حاجة هبدأ بقى اضيف المكونات الجافة وحبا حبا واضربهم زمان تشايفه عشان الخلط بتبقاش تقيل عليه هبدأ بقى زمان تشايفه انا ضربت كل الكمية اللي عندي كلها وخلصتها بص القوام بتاعها مظبوط وحلو ازاي ولا منه خفيف ولا منه تقيل مظبوط المقادير دي يا جماعة مظبوطة جدا انا عاملة كل حاجة قدامكم جميل حضرت طبعا الصوان بتاعتي اللي بحط فيها القب كيك دي بتسهل عليك حاجات كتير عشان ابدأ اروس القب كيك وبص بوريكو البتاعة دي كنز يا جماعة والله العظيم كنز البتاعة دي طحفة طحفة انا من ساعة ما جبتها بعمل بها حاجات كتير جدا بتساعدني في حملية انا كنت جاي بها عشان اعمل بها اصوب بها الكريب استخدمتها في القب كيك طحفة بص بتخليكي بتقدر تتحكمي وتحطي القب كيك مظبوطة ازاي من غير ما تبهدلت الدنيا طبعا الناس اللي ما عنداش الموضوع ده تقدر تشتغل بالمعلاقة عادي مفاش اي مشكلة حطي بالمعلاقة دي ما هي عادي حبيبتي انا بوريكي بس ان البتاعة دي فعلا انا استفدت منها بحاجات بكتير او هبدأ احط زمانتي شايفة كمية انا بملاش القب كيك الاخر هي بس بحط لغاية النص زمانتي شايفة عشان لما يعلى ما تخرجش برا عن البتاعة كده انا قلتلك ان انا خلاص هرجعلك وحط كل كمية كلها انا رصت فضيت كل كمية زمانتي شايفة وعمل اني البتاعة عاملة اربعة وعشرين بقولك ان دي طحفة سهلت علي حاجات كتير قوي وانا بصب القب كيك طبعا هبدأ بقى اشغل الفرن زي ما قلتلكم انا مشغالا قبلها على درجة حرارة مية واربعين درجة على نار مش عالي اوه عشان ياخد السوى لانه هو في درة وتقيل فياخد السوى براحته طبعا بعد سوى خاد مني ساعة اللي ربع بالضبط وجيت عملته قدامكم جبت خلت الاسنان وجربته شفت الكب كيك عاملة ازاي وطلعت معايا سهلة وجميلة ونشفى ما فيهاش اي حاجة ده بيثبتلي ان التصوية مظبوطة والوقت اللي انا زبطت عليه المنبي مظبوط جدا تصويته ساعة اللي ربع على نار متوسطة ما تبقاش علي عشان ما يتحرقش منك ودي طلعت السنانية التانية زي ما انت شايفه شفت ما اقدر بيتين عملو لي كمية كب كيك قد ايه حوالي 24 قطعة من القب كيك وده بقى اتمنت ان السنانية كمان التانية استويت وباقي شكلها طحفة زي ما انت شايفه ان دي قدروا دور الشفان معهمش اي حاجة يرفعهم لان الحاجات دي مش بترفع بس الطريقة اللي انا عملتها هتنجح لك القب جدا واتخله يترفع بالشكل اللي قدامك الطحفة دوت وان شاء الله بص يا جماعة بوريكم اني عمل بص الكمية قدية بص من بيتين عملو دلوقتي انت كلتي حاجة حلوة وحاجة جميلة وصحية ليكي والاولادك وبالهنة والشفة يا حبيبة قلبي وطبعا ما تنسوش يا حبيبي لو عجبتكم الوصفة وعجبتكم القناة بتاعتي اوه تنسو الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك اي حاجة جديدة بقدمها ويا رب تكون الفجهة اللي بانزلها ليكي تكون عجبتك وان شاء الله جربي طريقتي وهتعجبك جدا في القاب كيك طحفة 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 وبقول لكم تصبحوا على خير يا حبيب قلبي يلا مع السلامة اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة باسم الله اشتركوا في القناة